الجيش الإسرائيلي أعلن الآن بشكل رسمي بشكل رسمي بشكل معلن بأن كل سكان شمال قطاع غزة عليهم النزوح إلى الجنوب مرة أخرى نحن نتحدث عن جباليا مدينة غزة وبيت حنون والأولئك عددهم الآن مليون فاصلة يعني وخمسمائة ألف يعني مليون ونصف فلسطين الآن والأغلبية سكان قطاع غزة يعني هذا هو العدد الأكبار عليهم الآن النزوح وهذا بإعلان واضح من الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة الجنوبية لضمان أمنهم في الأيام الماضية كان واضح بأن الضربات الإسرائيلية التي كانت موجهة على شمال قطاع غزة كان الهدف منها إخافة الناس وبالتالي دفعهم إلى المنطقة الجنوبية إلى جنوب وادي غزة وادي غزة هو عبارة عن الواد الذي عمليا هو الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبها الآن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له يقول لأهل غزة ناصحا أمينا طبعا بأن عليكم أن ترحلوا الآن من منازلكم وتفهبوا إلى المنطقة الجنوبية السؤال أين سوف يفهب أولئك الناس إذا كانت أصلا منطقة الجنوبية أولا تتعرض إلى القصف أيضا وهي منطقة صحراوية لا يوجد هناك إمكانية لإدخال الخيام من قبل الصليب الأحمر لا يوجد هناك إمكانية لوصول الماء والكهرباء وطبعا الإمدادات الغذائية ونحن نتحدث عن ستة أيام لهذه المعركة الشرسة ولغاية الآن لا يوجد هناك طعام للأهالي طيب هناك إضافة الأهالي في المنطقة الجنوبية تخيل لي معي الأهالي في المنطقة الجنوبية يطلقونها اتصالات هاتفية من مستوطنين من شباك من أي أحد هذا هو العنوان الرئيسي يطلقون رسالات اتصال هاتفي يقولون يخلطون العربية بالعبرية ويقولون للفلسطيني برقم تلفون إسرائيلي أترك بيتك سوف نقوم نحن بتفجيل المنزل يغادر بيته لأن هذه تعليمات من الجيش الإسرائيلي ولا يحدث شيء الذي يتبين بعد أكثر من ألفي وثلاثة آلاف اتصال بأن المستوطنين اليهود المشاغبين يتصلوا على أرقام عشوائية وهذا معهم منذ عدة أيام ويقولوا للناس اخرجوا من بيوتكم وهذا يزيد حالة الفوضى الآن في منازل قطاع غزة وهذه قضية جد مهمة لكي يفهم المشاهد العربي كل المنازل في المنطقة الجنوبية الآن هي تأوي عشرات العائلات لا تأوي عائلة ولا عائلتين ولا عشرات العائلات الآن تتكدس داخل هذه المنازل إذا اعتبرنا بأن هذه المعركة مستمرة وفصل الشتاء أمامنا ولربما هذه الحرب تمتد إلى الشتاء يعني واضح أن الجيش الإسرائيلي لا يتعامل بأقل من ذلك تقديرا والجيش قال بأنه سوف يقوم بالدخول إلى قطاع غزة إلى غمدينة غزة إلى تدمير الأنفاق إلى تدمير البنية التحتية لحركة حمس والآن هناك خلط كوثار بين غزة وحمس هذه القضية التي يتم اللعب عليها في الإعلام الغربي هذه القضية التي يتم شيطنتها في وسائل الإعلام الأمريكية وهو العمل على الربط والدمج بين غزة وبين حمس وبالتالي إذا كانت إسرائيل الآن تضرب حمس فهي تضرب غزة وإذا كانت غزة هي تضرب حمس القضية الثالثة هي الاجتماعات الدولية الأمريكية اليوم وزير الدفاع الأمريكي أمس وزير الخارجية الأمريكي قبلها وزير الخارجية البريطاني اتصالات هاتفية لا تتوقف بين بنيتنياهو وبايدن واتصالات طبعا مع الزعماء الأوروبي تحديدا فرنسا وبريطانيا هذا الذي يحدث ليس فقط غطاء أمريكي أمريكا التي تحارب الذخيرة الأمريكية التي تحارب البوارج الأمريكية التي تحارب ومن تحارب تحارب قطاع غزة هذا السياق للأسف لا يتحدثون عنه في السلطة الفلسطينية لربما لأنهم لا يدركون بأن هذه المعركة إما سوف يخرج منها الشعب الفلسطيني وقاديته قد تم تصفيتها بالكامل وإما سوف يخرج منتصرا ولن يكون هناك خيار ثالث إما أن غزة سوف تنتهي تماما كمنطقة جغرافية إنسانية يمكن العيش فيها وبالتالي تدميرها بالكامل يعني الآن هذه المشاهدة التي نراها الآن والتي هي الأطميات يعني أهالي قطاع غزة وتحديدا أهاليهم في الخارج حقيقة الذين يرسلون رسائل ليس فقط لتطمنوا على صحة أقربائهم بل يعرفوا إذا كانوا أحياء يعني تخيل مواطن في ألمانيا فلسطيني من غزة يرسل رسالة لأخوه أو عمه أو أبوه لكي يعرف أنه حي أو ميت وليس لكي يعرف إذا هو في مخيم أو في الشارع أو على الحدود هو فقط يريد أن يعرف أنه أبوه حي أو ميت لهذه الدرجة نحن نتحدث السياق السياسي بأن العالم العربي لغاية الآن لم يصل إلى مرحلة أنه يوجه ضغط على الولايات المتحدة في هذا الموضوع أمس ضربت سوريا ولم ترد محور الممانع لغاية الآن لم يفعل شيئا لا يوجد هناك يعني حتى موضوع الاحتكاك الذي حدث بين حزب الله وإسرائيل كان احتكاكا محليا لم يكن هناك مضاعفات سياسية أو عسكرية له لم يفعلوا شيئا لا في الضحي الجنوبية ولا في دمشق ولا في طهران يعني هذا حقيقة يجب أيضا أن يفهم مشاهد بأن هذا هو السياق الخاصر الرخوة لمحور المقاومة كما يسمى هي غزة وغزة الآن هي في الأنفاس الأخيرة إذا ما ستستطيع المقاومة لماذا؟ لأنه عمليا إذا تم إخراج المدينة ونحن نتحدث عن مقاومة شعبية هذه ليست جيش حماس ليست جيشا إذا تم إخلاء مدينة غزة من المواطنين من أهالي قطاع غزة فإن كل هذه المدينة سوف تختفي من الوجود ببساطة أن أسرائيل سوف تقول نحن في قتال شوارع مع الجسمية وبالتالي نحن نقوم بضربهم فوق الأرض وتحت الأرض وهذه المباني التي كان يعيش فيها مليون ونصف تدمرت نتيجة المعارك طيب بعد الحرب ما الذي سوف يحدث؟ أين سوف يسكن أولئك الناس؟ هذا هو السؤال أين سوف يسكن مليون ونصف فلسطيني على الأقل إذا انتهت الحرب؟ لن يسكنوا في مدينة غزة في جباليا في بيت حنون وفي بيت لاهية لن يسكنوا هناك لأن إسرائيل سوف تدمر ولهذا فإن هذا الإعلان الرسمي أنا في السابق كنت أعلم بأنه من إشارات بأنه واضح أنه ضرب فقط على المنطقة الشمالية هم يريدون إخراج الناس وإخافتهم الآن لا يتحدثون بشكل التوائي الآن يتحدثون بشكل واضح اخلوا مدينة غزة بيت حنون بيت لاهية وجباليا هذا يعني بأن الدبابات الإسرائيلية سوف تدخل إلى العمق سوف يتم تدمير المباني السكنية بشكل كامل وهذا الذي يخيف أهالي قطاع غزة ليس فقط لأنه لا يوجد هناك بدائل ولكن لأنه لا يوجد هناك إمكانية أو إشارات أو حلول يعني لا يوجد هناك شيء أهالي قطاع غزة الآن هم لوحدهم سوف يقطع الاتصال مع قطاع غزة خلال ساعات سوف انقطع الكهرباء انقطع الماء كل شيء انقطع في قطاع غزة وهذا هو الحاصل ويطلب الحال موسيقى سوف يبحث عن القطاع ثانzkوه لقد قمت 있ارًا لقد قمت بتاريق politicians شكرا